شايف مستقبل البورصة في الفترة الجاية هيكون عامل ازاي؟ في الحالتين لو استمر الحال كما هو عليه بدون اي قوانين حماية ولو اصدرنا عدة قوانين تحميل مستثمين اعتقد لو تم اصدار القوانين وقرارات اللي بتكلم عليها دي وبدأت الامور تمشي في مجراها الطبيعي استقرار سياسي رئيس جمهورية الكلام ده انا شايف ان مصر والبورصة بواجهة عام هتشوف طفرة باذن الله غير عادية لان احنا نكون عملنا اللي علينا مصر دولة محورية بمعنى اننا النهاردة لا سلام في المنطقة ولا اقتصاد مستقر في المنطقة بدون استقرار مصر مصر دولة في قلب المكان النهاردة لما بيحصل اي قلق جوه مصر انسي اي استثمارات مستقرة في المنطقة كلها لان مصر دولة محورية تمس كافة الاطراف ده اللي انا شايفه اما لو ما حصلش حاجة وفضلنا في حالة عدم الاستقرار اللي احنا فيها دي ما اعتقدش ان انت تتكلمي عن بورصة بعدك هل فعلا في عدد من المصريين المختربين حاول يسندوا البورصة بعد سوء 25 يناير؟ دي حاجة يرد عليها رئيس البورصة هل في تحويلات عاملين من خارج جات او لا واكواد جديدة جات لناس مقيمين في الخارج او لا لكن انا شايف ان دي اخبار ارناها في الصحف اليومية لكن انا شايف ان اللي حصل برضو ان في مؤسسات مالية في ايديها برضو بعض الحلول اللي تقدر تدخل بها سيولة حاجة زي البنوك احنا اقتراحنا عليهم ان الجماعة فيه برنامج في حاجة اسمها الشراب الهامش الشراب الهامش ده بيسمحلك انك تستلفي فلوس وتشغليها جوه البورصة ومضمونة يعني محدش يقول لي لا اصل البنك مش هيضمن فلوسه كده لا فلوسه مضمونة بضعونا الاسهم الاسهم بيبقى ضمن لحد قيمة 50 في المية ما فيش سهم يفقد قيمته 50 في المية في يوم لان القرارات البورصة وقانون المنظمة بتمنع ان مفيش حاجة اسمها سهم يفقد 50 في المية من قيمته في يوم واحد اذا النهاردة هذه المؤسسات رفع ايدها كل واحد من رؤساء البنوك حيش الفلوس وقعد طب لا بيمدي ايده باستثمار ولا بيمدي ايده ببرنامج شراب الهامش ولما تيجي تلكلم يتقول لهم طب في البورصة انتو عندكو احجام وداع ضخمة جدا واقفة طب استثمر جزء ولو بسيط جدا يعني لما اتكلم على بنك عنده وداية بخمسة مليار وقروده بثلاثة مليار مثلا اقول له استثمر 50 مليون جنيه واعتبرها من القرود الان بي ال اللي هي القرود الرديقة اعتبرها سيدي قرود من اللي كنت بتديها وكان بعد كده تلاقي الراجل خد الطهرة وطلع جري بلاش ده فيه فيه رجال اعمال ليهم مشاكل حاليا بمليارات ما لو البنوك كانت فعلا بقى وغضة ضمنات حقيقية على الناس دي ما كانتش المشاكل دي ظهرت لا بس ده برضو لا يمنع النديم وغمرة بالنسبة له في الفترة الجاية وبيغامر بالفروس بيغامر بالفروس بكامل ونسبة الدي احنا بنتكلم على البنوك المصرية ولا البنوك الأجنبية حكومية بتكلم على البنوك الحكومية على الأقل والله البنوك الحكومية لو خدت المبادرة على الأقل بجزء بالشراء الهامش كشراء هامشي مضمون مضمون هو كده ما يعني ما أخلش بحاجة بفايدة مخفضة ستة في المية خمسة في المية في السنة كلها ده كده هينشط لي حركة التداول نسبيا على قليل يوقفنا على رجلنا لغاية ما يحصل الاستقرار اللي نتكلم عليه والله مش عايز تثمر في البرسة خلاص ما تثمرش المستثمرين ولما طالبنا بدا نحن لا نتسول من البنوك احنا نقدم له مقترحات يشغلوا بها فلوس لان النهاردة لما يجي يحط 100 مليون جنيه شرب الهامش وانا اروح كعميل وكمستثمر اشتغل مع البنك واخد شرب الهامش معاه اكيد هبص على البرامج التانية زي ما بيعمل برامج تمويل عقاري زي ما بيعمل برامج شرة سيارات انا كده بجيب عميل جديد لي بعمل له اي تي ام بفتح له كريدد كارد بعمل له بقول له والله تعالى لو انت عندك شرب الهامش وانت عميل شرب الهامش عندي انا ممكن اطلع لك بطاقة كريدد كارد تقدر تتاخد بيها المنفع في الاخر هتعم على الجانب على كل الجوانب اتمنى ان تكون الرسالة وسط بعيدا عن البنوك مين الهيئات الاخرى اللي ممكن تساعد البورسة المصرية في الفترة الدولة نفسها الحكومة نفسها لان البنوك اللي كان معنادي هي بنوك حكومية الدولة في بداية او الحكومة في بداية ما تولت وجهت الدعوة للمستثمرين المصرين في الخارج وجهت الدعوة للمستثمرين في الداخل استثمروا في البورسة المصرية بس يبدو ان الرؤساء البنوك ما وصلت لهمش الدعوة تقريبا كثيرا ما سمعوش او ما سمعوش اخر اخبار البورسة يعني نكلم على اقفال يوم الخميس بالطبع احنا بقى انا مدة طويلة جدا عمانين بننزل يعني ما نقدرش نقول للمقفال الخميس نحن نتكلم على المجمل ككل مجمل ككل الصورة مش حلوة الصورة سيئة لو استمرت بالمنهجية دي اعتقد ان احنا علشان نقدر يعني نزول السلم سهل قوي طلوع السلم صعب قوي لما فقد عشرة فنمية من سعر سه صعب جدا نرجعهم تاني زي ما كانوا فتخيالي لما في سهم بيكون كان بيتداول بعشر او اتناشر جنيه النهاردة بستة او سبعة جنيه عشان نرجعهم للاثناشر تاني صعب طب لو استكرت الحالة الامنية في البلد ممكن ممكن يرجع تاني بالدرجة الاولى استقرار تشريعات اقتصادية يليها دعم من المؤسسات المالية يليها دعم من مؤسسات البرصة هيئة سوق المال والبرصة بان احنا محتاجين قرارات وقوانين تنظم بعض الامور في قانون سوق المال تجديد العقوبات على الافصاح النهاردة عندي اقصى عقوبة عشرين مليون جنيه النهاردة لوحد تلعب في السوق ممكن يعمل له امتين تلتميت مليون جنيه فما ينفعش يبقى لحد الاقصى عشرين تالت حاجة او الحاجة اللي بتمنى طبعا الصورة اللي بشوف بها مصر ان يكون فيه القضايا الاقتصادية تنظر فوقت اقل من كده النهاردة عندي قضايا زي قضايا اجواء دي قضايا تسهم مش مشهورة جدا في برصة داخل في سنتين ولسه ما تحلتش يعني ايه لأ امار احنا عملين محكامة اقتصادية ليه احنا عملين محكامة اقتصادية علشان نهاردة القضية متاخدش الوقت ده كله ما ينفعش ان احنا عملين نأجل فنأجل فنأجل وقالعيب المحامين لأ اصلا انا هقدم عشان هقدم تاني عشان اجل تاني لا عايزين قانون واضح صريح لا يمكن التلاعب عليه حتى لو تم التلاعب عليه عندي محكامة اقتصادية فيها مجموعة من الخبرة يبقوا فاهمين ان ده بيتلاعب علشان يأجل ومطمط في الموضوع لا يتقال له لا انت اوقف عندك هنا لازم نحمي المستثمر ويحس بالامان قانونا وتشريعيا وقانونيا لازم المستثمر يحس بالامان لو حالة العاملين داخل البورصة المصرية كمان مستقرة بعيدا عن الحالة الاقتصادية والحالة السياسية في البلد فتل اعتصامات زي بتأثر عليهم ازمة كبيرة جدا اسمها ازمة العاملين في البورصة النهاردة الناس اللي شهرات في البورصة دي ملهاش نقاضة بكرة الصبح لو صاحب الشركة عايز يمشي نصف الموظفين هيمشيهم لان قبب تحميهم اللي بيحميهم ايه قانون التأمينات قانون العمل مش كفيل بهم ملهمش حد يقف يدفع عنهم ملهمش نقابة برضو اللي انا مستغرب له انا لين نهاردة عشان اعمل النقابة العاملين في سوق المال واخد الوقت دا كله ايه الازمة ايه ايه مشكلة القوانين عندنا ايه مشكلة اننا النهاردة لما يجي احب اعمل حاجة اعود لي فاسة سبعة سنين عشان اعملها ليه ايه المشكلة لما نقول والله لو عايزين تأسسوا نقابة تقدروا في خلال شهر اثنين تأسسواها طالما اجمع عليها العاملين النهاردة في جهود حتيثة بقى لها مدة طويلة جدا النهاردة في عندنا مشاكل تاني مشاكل التعليم لو هنيجي بقى عايزين نجيب القصة من اساسها النهاردة الشعب المصري ينقصوا ثقافة الاستثمار انا عايز سألك سؤال انت اول مرة تسماعي عن البورسة كان امت نمسنين يعني سماعي كلنا فاهمين البورسة بس كلنا مش راهمين يعني ايه الناس تاسمر البورسة لأ كان عندي كم سنواتا كنت مخلصة كلية صح اول مدأت تسماعي عن البورسة قبل شوي بس حسب دراستي يعني النهاردة هاتي خريج جامعة يعرف حاجة عن البورسة باستثناء خريج كلية تجارة اللي يعرف القشور هاتيلي خريج كلية يعرف حاجة عن البورسة طب يعني بعد اذنك ده دور الدولة ولا دور البورسة الاثنين النهاردة كان فيه مشروع كان شغال كان حلو اوي كان اسموا بورسة خطوة في خطوة ياريت يرجع تاني ويستمر بس يستمر بايه انا طالبت قبل كده برضو من فترة طويلة يا جماعة عايزين نحط في مناهج الابتدائي والاعدادي والسنوي يبقى شيء برضو تراكمي كده طبعا ده حاجات يعني تأملات تاخد وقت طويل لها ان يطلع الطفل من هو صغير فهم يعني ايه استثمار مش بورسة لا استثمار بواجهة عامة عايزين نصقف الشعب من اول ما بيخش الحضانة لغاية ما يطلع عشان يبقى فهم يعني ايه الدخار ما يطلع الشعب منفق افتتاح الجلسة النهاردة من تتوقع له ايه هبوط هبوط هتستمر زي الاكفال هتستمر حالة الهبوط هبوط ما فيش جديد للأسف طب يعني احنا نأمل طبعا ان يكون فيها تغيير النهاردة بس واضح ان فيش راية تشاؤم اهم اشتشاؤم دي صورة الارض الواقع وللأسف احنا رئنا نشف واحنا عادين بنطالب بتاعدالات القوانين دي وفي بيان طلع من شعبة الاوراق المالية وفي الغرفة التجارية البيان ده طلع وحذر من حاجات كتيرة وكان اولها ان البورصة ليست شيء تافح وجبنا فقرات من كتب للسادة الدكتور وزير المالية الدكتور حزم البيبلاوي يصف فيها البورصة بينها الشريان النهاردة المقطع الشريان ايه لا يحصل فيها ايه؟ وجبنا فيها فقرات او كان متجاب فيها اللي كاتب البيان حذر فيها ان النهاردة اسعار الشركات المصرية لو انهارت اكتر من كده ولو تراجعت اكتر من كده في بلاش نقول نظرية المؤامرة ولكن في بعض الناس اللي لهم اهداف جوا مصر من الممكن يستحوزها على شركات مهمة جدا جوا مصر تملك اراضي في مواقع مهمة جدا جوا مصر ما يهمناش او ما يهمنا انها ما تقعش في ايدينا حد طبعا مش كويس استاذ حسامة وشاملة خبير الاوراق المالية والتداول مشكورة جدا نورتنا شكرا نهارك سعيد نهارك سعيد